اشتركوا في القناة الدرس وايد بسيط وسهل ولكن يحتاج إلى بعض التركيز نبتدي ويا بعض أهدف الدرس الربط بين الخصائص العامة للموجات والموجات الصوتية الهدف الثاني توضيح المقصود بظاهرة تأثير دوبلر لموجات الصوت والهدف الأخير رح نطبق على تأثير دوبلر أعزائي الطلبة قد يتبادر إلى ذهننا بعض التساؤلات في حياتنا اليومية على سبيل المثال نشوف هذه التساؤل مع بعض كيف تنتج الآلات الموسيقية الأصوات التي نسمعها من الفرقة الموسيقية ممكن نفكر في هذا التساؤل وكذلك لماذا تختلف أصوات الآلات المتنوعة حتى لو كانت تعزف النقمة الموسيقية نفسها وكذلك أعزائي الطلبة نتساءل هذا السؤال كيف ينتج الصوت الصادر من الجرس المدرسي ويصل إلى مسامعكم لتسمعوا الإجابة لأن الصوت ينتج نتيجة اهتزاز للأجسام فعلى سبيل المثال عندما يهتز الجرس أو الوتر لآلة موسيقية أو أي جسم مصدر صوتي فإن هذا الجسم يصطدم بجسيمات الهواء فيصدر الصوت نتيجة انتقال تغيرات الضغط خلال المادة أو خلال الواسط فهذه يوصلنا أعزائي الطلبة إلى مفهوم الموجة الصوتية إحنا ذكرنا بأنه لازم يكون عندي وصب عشان تنتقل هذه الموجة الصوتية إحنا ذكرنا سابقا تذكرون أعزائي الطلبة في الدرس السابق اللي هو تطرقنا إليه عن خصائص الموجات وذكرنا بأن في أنواع الموجات عندي موجات ميكانيكية وعندي موجات كهرومغناطيسية وذكرنا أعزائي الطلبة بأن الموجات الميكانيكية هي موجات تحتاج إلى وسط لتنتقل خلاله الموجة أما الموجات الكهرومغناطيسية فهي لا تحتاج إلى وسط لتنتقل خلاله الموجة فإذن الموجة الصوتية هي موجة ميكانيكية ونوعها هي موجة طولية وبما أنها موجة طولية فهي تتكون من تضاقطات لاحظ مع بعض أعزائي الطلبة في هذا الشكل الموضح الذي أمامك عندي تضاقطات وعندي تخلخلات هذه الموجة الطولية تنتقل في الوسط نتيجة اختلاف الضغط خلال الوسط أو خلال المادة واضح أعزائي طلبة هذه مفهوم الموجة الصوتية نربط مع ناس موجة لكم اللي هو الدرس اللي خذيناه سابقا واستعرضنا أنواع الموجات قلنا أنه عندنا في الموجات الميكانيكية هناك موجات مستعرضة وهناك موجات طولية وهناك موجات سطحية في درسنا اليوم احنا نركز على الموجات الطولية والموجات الصوت اللي هي وليش قلنا احنا موجات طولية عزيزي الطالب لأنها تهتز في تهتز الموجات في اتجاه اللي هو موازي لاتجاه انتشار الموجة اللي هو جزيئات الوسط تكون في اتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجة هذه طبعا تم عرضه في دروس سابقة بس احنا نريد ان نربط المفاهيم مع بعضها البعض عزيزي الطالب عزيزي الطالبة علم لما يأتي لماذا لا ينتقل الصوت في الفرق تساؤل لماذا أنا لما يكون عندي اللي هو غرفة مفرقة من الهواء وبعث موجة صوتية لا نسمع هذه الصوت لماذا لعدم وجود جزيئات تتصادم وتنقل الموجة لان احنا ذكرنا عزيزي الطالبة بان الموجة الصوتية تحتاج الى وسط لتنتقل من خلاله الموجة ننتقل الان الى خصائص هذه الموجة الموجة الصوتية احنا ذكرنا سابقا واخذنا سابقا كذلك عزيزي الطالبة من خصائص الموجات السرعة الموجة والطول الموجي والتردد وسعة الموجة كل هذه الصفات وخصائص الموجة نحن اتطرق اليوم الى سرعة الصوت في الوسط على ماذا تعتمد عزيزي الطالبة سرعة الصوت في الوسط طبعا السرعة نرمز لها بالرمز V تعتمد عزيزي الطالب على درجة الحرارة شلون تعتمد على درجة الحرارة؟ بحيث ان كل ما زيد السرعة في الهواء او في الوسط اللي عندي بزيادة درجة الحرارة عندي بمقدار 0.6 متر لكل ثانية لكل درجة سيليزية واحدة فاذا نستنتج من هذا عزيزي الطالب بان سرعة الصوت في المادة الصلبة تكون اكبر منها في السوائل واكبر منها في الغازات لاحظ عزيزي الطالب عندي هذه المعادلة او هذه القانون متى استخدم هذه المعادلة؟ استخدمها لحساب سرعة الصوت في الهواء بالتعويض في هذه المعادلة عندي V تساوي 331 زائد 0.6 في التي طبعا 0.6 من وين يات لان انا قلت عندي هني هذي المقدار لكل درجة سيليزية واحدة وهني اتي درجة الحرارة المعطة وبهذه المعادلة اقدر استخرج سرعة الصوت في الهواء عندات الحرارة المطلوبة واضح عزيزي الطالب؟ انتقل الان الى العلاقة بين تردد الموجة الصوتية وطولها الموجة احنا ذكرنا عزيزي الطالب واخذين من قبل هذه المعادلة اللي هو طول الموجة لمدة يساوي السرعة على التردد طبعا هذه الطول الموجة كما هو ملاحظ عندك عزيزي الطالب ووحدته تكون تقاس بوحدة المتر عندي السرعة V بوحدة المتر لكل ثانية والتردد الف فريكونسي بوحدة الهيرتز عندنا تمرين عزيزي الطالب اللاحظ مع بعض هذا السؤال ذكر بانه يريد الطول الموجة لموجة صوتية ترددها 18 هيرتز تتحرك في هواء درجة حرارته 20 درجة سيليزية فإذا شنباح للسؤال عزيزي الطالب بطلع المعطيات وبتشوف شنو المطلوب وبعاوض المعادلة أوجد الطول الموجة فإذا المجهول هو الطول الموجة لمدة عطاني التردد الف فبقول التردد يساوي 18 هيرتز عطاني درجة الحرارة 20 درجة سيليزية لكن أنا في المعادلة عندي بأن الطول الموجة عشان أطلع بأخذ السرعة على التردد فأنا أحتاج أطلع السرعة السرعة من وين بطلعها بما أنه عند درجة حرارة 20 لوسط الهواء فهو قيمة ثابتة لاحظوا عزيزي الطالب في هاي الجدول الموضحة لأمامكم سرعة الصوت في أوصات متعددة إذا لاحظوا أني عندي الهواء عند درجة حرارة 20 سرعة الصوت تساوي 3-4-3 فإذا بعوض عن السرعة بهاي المقدار وبقسمها على التردد اللي عندي معطى في السؤال فبتكون إجابة الطول الموجة 19 متر ما أنسى عزيزي الطالب الوحدة واضح هذه الطول الموجة تعويض بي المعادلة نشوف مع بعض عزيزي الطلبة التساؤل اللي أمامنا ذكر بأنه كان الناس في القرن التاسع عشر يضعون آذانهم على اللي هو مسارات سكة الحديد ليترقبوا وصول القطار لماذا كانت تعد هذه الطريقة نافعة أو بمعنى آخر لماذا كانوا يستخدمون هذه الطريقة نفكر مع بعض شوي الإجابة لأن سرعة الصوت في المواد الصلبة عزيزي الطلبة سرعة الصوت في المواد الصلبة تكون أكبر من سرعة الصوت في الأوساط الأخرى لذلك تنتقل موجات الصوت بسرعة أكبر في قضبان الحديد مقارنة بسرعة انتقالها في الأوساط الأخرى اتقل الآن عزائي الطلبة إلى جزئية مهمة في الدرس وهي ظاهرة أو تأثير دوبلر وهي ظاهرة فيزيائية استنتجها العالم الفيزيائي دوبلر نلاحظ هذا التساؤل ماذا يحدث عزائي الطلبة إذا تحرك مصدر صوتي في اتجاهكم أو تحركت انتو في اتجاه مصدر صوت فإذا أنا عندي مصدر صوت وعندي اللي هو مستمع أو مراقب لهذا الصوت ماذا يحدث في حالة التصور اللي أمامنا نلاحظ بأن إذا كان مصدر الصوت أو المستمع اللي هو المراقب متحرك فستغير تردد الصوت الذي يسمعه المراقب شلون؟ عندما يقترب مصدر الصوت من المراقب لاحظ مع بعض هذي اللي هو الشكل التوضيح اللي أمامك عزيزي الطالب هذه مصدر الصوت سيارة الإسعاف فهذه مصدر الصوت وعندي هنا أنا كشخص مراقب لهذا المصدر أو مستمع ماذا يحدث إذا أنا كمراقب لهذا المصدر الصوت كنت قاعد أقترب من هذا المصدر فإنه شنلاحظ عزيزي الطالباء الموجات الشفيها تتقارب في هذه المنطقة فإذا شنراح يصير في الطول في التردد بيكون هنا تردد عالي جدا في المقابل الطول الموجي سوف يقل لماذا سوف يقل الطول الموجي؟ بكل بساطة لأن العلاقة عكسية بين الطول الموجي وبين التردد ماذا يعني علاقة عكسية؟ يعني إذا زادت كمية تقل الكمية الأخرى واضح عزيزي الطالب في هذه الشكل اللي أمامك وهنا في اللي هو العكس إذا كان أنا قاعد أبتعد عن المصدر فيكون التردد منخفض فيزيد الطول الموجي فإذا ما هو تعريف دوبلر أو تعريف ظاهرة دوبلر للصوت؟ هو تغير التردد الناتج عن حركة مصدر الصوت أو المراقب أو كلاهما كما هو بعد كذلك موضح في الشكل اللي أمامك عندي هنا مصدر الصوت لسيارة والمراقب اللي هو الشخص اللي قاعد يسمع الصوت وأنا كلما أقترب بيكون عندي تردد عالي طول موجي أقل وكلما أبتعد التردد ينخفض والطول الموجي يكون أكبر أعزائي الطالبة انتقل الآن إلى القانون المستخدم لتطبيق تأثير دوبلر للصوت نلاحظ بعض أعزائي الطالبة هذي القانون يقول لي FD تساوي FS مضروبا في V-VD على V-VS بنستخرج كل اللي هو كمية في القانون وبنعرف شنو معناته لاحظ عزيزي الطالب بأن FD هو التردد الذي يدركه المراقب فإذن هو التردد للمراقب FD FS S هي Source فإذن هو التردد للمصدر مصدر الصوت ال-V كتبوا معي عزائي الطالبة عساس تعرفون كل كمية ماذا تعني ال-V هي سرعة الصوت في الوسط نزيل أي الآن عزائي الطالبة إلى اللي هو قيمة ال-VD ال-VD هي سرعة المراقب وآخر شيء VS سرعة المصدر Source مصدر الصوت طبعاً لأقول مصدر فهو مصدر الصوت نزيل أعزائي الطالبة لحظنا مع بعض اللي هو الكميات اللي أمامنا في القانون لتأثير دبلة في حالات عندي لهذه القانون أو هذه الظاهرة مثلاً إذا عطاني في التساؤل أو في السؤال اللي أمامك عزيز الطالب بأن ال-VD وإحنا قلنا أن ال-VD هي شنو؟ ترى سرعة المراقب إذا قال بأن المراقب في حالة يكون ثابت أو ساكن فبعوض عن السرعة بالمقدار صفر فإذا إذا بعوض عنها بالمقدار صفر شو بصير المعادلة لاحب عزيزي الطالب FD تساوي FS مضروبة في ال-V على V-VS فعبارة ال-VD بتروح عندي من المسئلة حالة أخرى كذلك عندي عزيزي الطالب إذا كان ال-VS وإحنا قلنا بأن ال-VS هي سرعة المصدر إذا قال لي في السؤال أو في التمرين بأن المصدر ثابت أو لا يتحرك أو ساكن كذلك بعوض بالسرعة المتجهة بقيمة الصفر فماذا سوف يحدث للمعادلة بقول FD تساوي FS V- VD على ال-V لاحظ عزيزي الطالب بأن أنا اللي هو تم إزالة اللي هو ال-VS لأنه بعوض عنها بقيمة الصفر واضح عزيزي الطالب هذه بعض الحالات واجب التركيز عليها والتنبيه اللحظ مع بعضنا بنطبق الحين عزيزي الطالب التمرين ركز معي عزيزي الطالب عندك ورقة وقلام والآلة الحاسبة وحل معاي السؤال يقول السؤال أطلقت صفارة انذار ترددها 975 هيرتز في محطة إطفاء حريق فإذا كنت تقول سيارتك مبتعداً عن المحطة بسرعة 6 متر لكل ثانية فما تردد الموجات الصوتية التي تسمعها علماً بأن سرعة الصوت في الهواء تساوي 343 متر لكل ثانية لاحظ مع بعض ذكر لي في السؤال عزيزي الطالب بأن سفارة الانذار هي مصدر الصوت وهذا المصدر هو مصدر ثابت فأنا دايريكت باعرف بأن سرعة المصدر FS تساوي صفر لاحظ عزيزي الطالب مهام اللي هو أعرف أن السرعة هني ساوى صفر باستخدم اللي هو القانون FD تساوي FS V- VD على V- VS بعوض ذكر بأن اللي هو عطاني تردد للمحطة كم كان التردد عزيزي الطالب 975 فبعوض بـ 957 75 أسفة سرعة الصوت في الهوى عطاني إياها لاحظ عزيزي الطالب قال لي معطى 934 943 أسفة فبعوض عنها V- V- عطاني V- D عزيزي الطالب لاحظ معاي في السؤال V- D اللي هو سرعة السيارة اللي أنا قاعد أقودها 6 متر لكل ثانية فبعوض عنها بـ 6 متر السرعة مرة ثانية سرعة الصوت في الهوى V- 5-8 وما أنسى عزيزي الطالب وحدة التردد هيرتز انتقل الآن عزيزي الطالب إلى تمرين آخر يركب شخص سيارة تسير في اتجاهك وينفخ في بوق منتجا صوت تردده 524 هيرتز والتردد الذي ستسمعه 564 هيرتز احسب السرعة التي تتحركها السيارة علما بأن سرعة الصوت في الهوى معطى 343 متر لكل ثانية اللي هي ال V لاحظ عزيزي الطالب هني بطلع المعطى والمجهول عطاني ال F-524 عبارة عن شنو تردد من عزيزي الطالب تردد المصدر وتردد اللي راح أسمع لي وهو تردد المراقب فهذه عندي F-S وهذه F-D وعطاني ال V لاحظ عزيزي الطالب ان في هذا السؤال يريد السرعة التي تتحركها السيارة هي الكمية المجهولة فإذا نلاحظ بأن بوق السيارة هو كما هو عندي موضح عزيزي الطالب في الشكل اللي أمامك وهو مصدر الصوت والمراقب يكون ثابت لا يتحرك فإذا بما أن المراقب ثابت لا يتحرك فبقول بأن V-D تساوي صفر وV-S هي الكمية المجهولة تعويض مباشر عزيزي الطالب عندي في المعادلة V-D تساوي S عندي V-VD على V-VS المجهول V-S عندي المعطى V-D معطى في السؤال والV-S معطى في السؤال بعوض عادهم تعويض مباشر والV كذلك كمية اللي هو سرعة الصوت في الوسط معطى في السؤال تعويض مباشر بطلع V-VS اللي هو سرعة مصدر الصوت راح تساوي 24.6 وما أنسى عزيزي الطالب وحدة السرعة متر لكل ثانية نتقل الآن إلى آخر جزئية في دستنا اليوم وهو تطبيقات لتأثير دوبلر في حياتنا وين نحصل أو وين نشوف اللي هو تطبيقات لتأثير دوبلر نرى فيه كواشف اللي هو الرادار لقياس سرعة المركبات وكذلك في الطب لقياس سرعة حركة جدار قلب الجنين بجهاز الموجات الفوق صوتية اللي هو الأتراساوند عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أمامك اللي هو الكيو آر كود ممكن تمسحه بهاتفك النقال وتقيم نفسك اللي هو تقييم ذاتي لفهمك لدرس اليوم وهكذا عزيزي الطالبة وصلنا إلى نهاية درس لليوم أتمنى أنكم استفدتوا من الشرح اللي انطرح وأتمنى أنكم تطبقون في حل مسائل لتأثير دوبلر لتأكيد المعلومة أكثر ويركز في أذهانكم بطريقة صحيحة كل التوفيق لكم عزيزي الطالبة ونراكم على خير شكرا شكرا